لبضع ساعات فقط قام قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل بزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي كبير إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات وسط تساؤلات بشأن الدوافع الحقيقية لهذه الزيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لواء الركن طاهر العقيل الذي يزور عدن للمرة الأولى منذ توليه منصبه التقى القائد الأمريكي البارز البيان الرسمي الصادر عن هذا الاجتماع أوضح أن رئيس هيئة الأركان العامة بحث مع القائد الأمريكي تطوير قوات خفر السواحل اليمنية والقوات البحرية والقوات الخاصة لمواجهة تهديدات الميليشيات الإرهابية ومكافحة التهريب بالإضافة إلى مستجدات الوضع في اليمن وجهود الحكومة لاستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب لكن تساؤلات برزت حول الأهداف الحقيقية للزيارة رفيعة المستوى التي قام بها قائد القوات المركزية الأمريكية الوصلة لمدينة عدن والتي أبانت جانبا منها معلومات أوضحت أن الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية قد هيمنت أيضا على أجندة الاجتماع بسبب مخاوف عبر عنها القائد الأمريكي من تداعية هذه الاحتجاجات وإمكانية أن يستغلها تنظيم القاعدة لإعادة تعزيز نفوده في المراطق الجنوبية وتوقع مراقبون أن تصب زيارة القائد الأمريكي أيضا باتجاه التأثير على مجريات الحرب الدائرة في البلاد مدفوعا بالمخاوف الأمريكية التقليدية حيال ظاهرة الإرهاب خصوصا وأن الزيارة تأتي بعد زيارتين قام بهم هذا القائد إلى كل من الرياض وأبوظبي يلتقى خلالهما قيادات سعودية وإماراتية عليا وعلى الرغم من تأكيدات رئيسية الأركان العامة خلال لقائه القائد الأمريكي على المضي في مسار استعادة ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية مهما كانت التضحيات إلا أن تشديده على أن لمن لن يكون منطلقا للجماعات الإرهابية بل جزءا فاعلا من تحقيق السلم والأمن الدوليين تشير بوضوح تام إلى الأجندة الحقيقية للزيارة القائد الأمريكي البارز في ظرف استثنائي كالذي تعيشه عدا في الوقت الراهن